أعلنت إدارة مصرف الجمهورية أنه بإمكان زبائنها ابتداء من يوم الغد الاثنين تقديم طلب الحصول على بطاقة الفيزا الإلكترونية بقيمة عشرة ألاف دولار بجميع فروع المصرف وأكد المصرف أنه سيصرف الدولار على سعر ثلاثة دنانير وتسعين قرش وذلك حسب اللوائح الموضعة على المصارف التجارية من إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلوس اشتركوا في القناة